اشتركوا في القناة لان انا كان اعرف العيد خاص يكون عندها الديل الديل ديالها كامل مكمول وتكون كما نقولوا احنا يا صحيحة بصحيحة ما فيها لمرض لثحاجة اما بالنسبة لقرون لقرون هاد السولة لهدي هي هيكا ما عندهاش لقرون نهائيا بالمرة بيدون قرون خلقها ربي هيكا هاد المنطقة دي النبرة دي الشمال دي الاسبانية محدة مع فرنسا بحدة مع البايس باسك بيلباو بيتوريا وصاراقوسا هاد السولة لهدي مخلوقها هاكا ما عندهاش لقرون بالصح بالنسبة للديل الخرفان اللي هما يكيبقوا للدبيحة ولا ما كيتحيش لهم الديل الديل كيتحيد عير للخرفان و للخروفات اللي كيبقوا اللي كيبقوا لكسيبة على حسب طريقة تسهيل تزاوج بالنسبة للغنم و الفحولة حتى هما كيتحيد ليهم الديل على حسب باش يكون واحد باش يكون داك شي متعادل باش يكون بحل 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 الضاكر بحل الأونتا وحتى الدولة هنايا كترغم عليك تشري واحد لمقص اللي هو سبيسيال باش تبقى تحيد به الديل ديل ديل الغنم الان الاسبان كامل اللي خدمت عندهم قبل من ندير الغنم ديالي كانوا كي يحيدوا الديل عيربا بالايدين ديولهم ولا بالموس يكون ماضي اما مني جوا عندي انا اصحاب الاحصائيات جهناية على حسب الغنم انا هذك المقص ما كنتش عارفوقها نهائيا بالمرة كنتشوف هذك اللاستيك كيديروا اللي عندهم الغنم ديال الحليب بزاف كيستعملوه هذك القومة كيقولوا لي احنا القومة اما هذك المقص اللي رغموه عليا باش نشتريه رغماته عليا دولة باش نشتريه دير بحلق قاط بحلو بحلق قاط ولكن هوايا صراحة كيكرفس لغلم كيكرفسها باش تحيد لها الديل ديالها هذك شي لاش تواحد ما كيستعملوه ولكن فاذيك الضرفية ديال خبسة سنوات اللي كتكون تايا عندك المراقبة ديال الدولة بزاف كتجي فقط راقب لك الغنم ضروري خصوك تستعمل هذك المقص ويكون عندك هذك المقص وبليجي يكون عندك الى ما كانش عندك كيعطيك سانسيون كيعطيك واحد مخالفة كما نقوله احنا يا واحد مخالفة اللي هي مش شي مخالفة خاصك تخلص فيها شي حاجة ولا عندك مخالفة اللولة ومخالفة التانية ومخالفة التالتة انا اعطوني اللولة على هذك المقص هو الوحيد اللي اعطوني عليه المخالفة بالصح لافوت ديال الطبيب اللي مكلفة ليا برغلم هي كان عليها تقول ليا خاصك تشتري واحد مقص سبيسيال وتحطوا عندك هنايا باش نهار يجيوا عندك سحاب الدولة يراقبوا الغلم ويحصيوها يسولوا لقوا على هذك المقص خاصك تجيب دوليهم الصح طبيبة واش هذك الفكرة مشيت لها عن نبان لان ابنا دم دبال اكترية اه بالاخص هنا يا اسبانيا ما بقاوش كي يدخلوا الناس كي ما نقوله احنا يجون يديروا الغلم اكترية اللي عندهم الغلم راهم شياب وبدو كيسمحوا فيها اولادهم ما كيبغوش قاعدوا دخلوا الغلم نهائيا هذك شي لاش هاد المعلومة هذي كانت غبرات عليها ونساتها بصع من بعد مشيش تريس هذك المقص اه تبارك الله عليكم موصل لكم هاد المعلومة باش تتافدوا ان شاء الله بيحول الله وبالنسبة للمسألة ديال العيد مسألة عادية عير يكون الخروف عنده الديل دياله كامل مكمول ما نعقصه حتى حاجة اما القرون القرون لا علامة احنا كان عارفوا عندنا البلاد الخرفان ديو البلاد السردي عندهم القرون بالصحي اللي اطلعت الى منطقة ديال وجدة والمنطقة ديال ديال الشمال غادي تلقى الخرفان ما عندهمش القرون هنا هي كين الخرفان اللي عندهم القرون وكين الخرفان اللي ما عندهمش القرون بالصحي السؤولة لهذه بيضون قرون ما عنداش القرون قاع نهائيا بالمرة تتمنى نكون وصلت لكم هاد المعلومة هذي ان شاء الله بيحول الله وتحياتي لكم جميعا وحياكم الله الإخوان وجزاكم الله وخيرا على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم للمتواصل بارك الله في الجميع شفتوا السلالة بارك الله جميلة جدا وما عنداش لقرون خليقة ديال رب العالمين ماشي زعمى مهجنى ولا ولا زيدين فيها ولا كين السلالة بالزاف اللي هما زيدين فيهم وبالأكتر ديال السلالة اللي كين هTokل ميرينو اللي هنا يا مهجنينو بزاف ده بسألو كي هو وحد الغنم ولو كي هو الصغيرة مع العجولة مع الشارولي سبحان الله العظيم ولو كي هو الصغيرة مع العجولة وكي ننشي اللي كي ننبعد الغنم هاي وحد الغنمة عندي عندها القرون شفتواها وحده را هي زيزة مليه صغيرة مع شمش كي نبعد الغنم اللي كيهجنوها حتى من الخينزير. رأى كيناتا في اسبانيا وكينا في بلجيكا بزاف. كينا في بلجيكا بزاف وكينا في علمانيا. كينا في اسبانيا بصح قليلة. مهجنينها حتى مع مع الخينزير مهجنينها. باش ننصحنا الانسان من يبغي يمشي سري الغنم ولا الخروف. يتبع دي ما السولالة اللي هي كتكون نعجاباينة مخلوقة. لان نحن عارفين الغنم كيفاش ديرها. الغنم والماعز رأى بين. كينا الانسان غضي يفرق ما بين البيغالة والحمير والخيول والغنم والماعز. معروفة الغنم رها معروفة. عيني شوفها الانسان يعرفها رها غنم. واشت رها مهجنة معاشي سولالة اخرى. والله رها غنم طابعية. بالنسبة لهاد الغنم هاد السولالة هادي ديال ديالنبرة ديالشمال. سولالة طابعية. ما فيها لا تهجين ولا شيء. وبالنسبة للعملية ديالتلقيح كتلقح ناطوران. كتلقح مع الفحولة. الفحولة كتعزنهم على الغنم وكتلقهم عليها. كتكون عملية التزاوج ممتازة في بعض الاوقات. وفي بعض الاوقات كتكون العملية للتزاوج هابطة. بحل منك يكون البرد كتكون عملية التزاوج هابطة. وبحل منك يكون الصيف كتكون العملية للتزاوج مرتفعة. ولكن خاص الغلم تكون شبعانة. هادا اهم شيء. اهم شيء تكون الغلم شبعانة. كل كل نعجة عندها الرقم ديالها. وكل نعجة عندها لاضات ديالها فاش تزادت. اش من سانة تزادتش. واش من سانة ركبات لها الطانقة. كل شي كيكون بالارقام. اي نعجة كتلقاوه عندها الرقم ديالها. والرقم ديال سانة. فاش مزيوذة. كل الغنم كلها. سبحان الله العظيم لانها مني كتجا عندك الاحصائية ثنايا. كيدوزو عليه واحد من مواكينة. بالنسبة لهاد البياسة اللي كتشوفه ضايرة بحل هكا بحل الزيرو. هاداك هو تشيب. كيحطوا له واحد الماكينة كيترطيت. كطلع لهم النمرة ديال النعجة. وبالنسبة لهادك النمرة اللي هي الكبيرة من اللي هي. هادك هي الرقم ديال النعجة. الرقم ديالها. الى ضيعات هذيك كتبقى عندها هذيك تشيب. و الى ضيعات تشيب كتبقى كيبقى عندها كتبقى عندها هذيك هذيك الماتري كول. كيما نقول احنا يا البلاكة. حتى النعج حتى النعج هنا يبحانهم بحال السيارة. حتى هما عندهم عندهم الرقم ديالهم. و عندهم اه واحد سيري باش كي باش كتكون عندهم لا صورانس. كلهم. وباش تكون مديك لاريبيهم في الدولة كل واحدة عندها رقم ديالها. الى ما تلك شي واحدة كتهز ذاك الرقم ديالها. و كتمشي كتعطيها للطبيبة ولا كتمشي الراسك كتدخل عبر الانترنيت الواحد الويب. واحد السيت. و كتتهبطها من من كيما نقوله احنا يا من من لاصين يا سيس ماشتو. قاش تخلص عليها لا صورانس. لا صورانس ما شي ديال اللي موت. لا صورانس عير ديال الى خرجتلك الغلم. الشي حقل ديالشي. فلاح. و كلا توليه خصك تعوض لي انتها يا. خصك. و كيكون عندك وحد العدد ديال الغلم اللي هو محدد. شحل ما عندك ديال الغلم شحل ما كتدك رالي. نهار كي يجيوا يحسبوليك خصوم يلقاه عندك ذاك الحساب اللي رقم ديك لاريبيه. يلقاه عندك كما هو. تكون ناقصة فيه ثلاثة ربعة زي ديال ربعة خمسة ماشي مشكل. بالصح يكون ذاك شي متحدد. تبارك الله عليكم أخوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.